قيادة ألاف من المحتجين في مسيرة ضخمة والمشاركة في دعوة قضائية جماعية كبرى خطوتين خارج الأنشطة التي عادة ما يقوم بها قاصرون لم يتجاوزوا الأربعة عشر عاما لكن الطالبة الأسترالية إيزيراج سيبينغز تخلت عن أنشطة تراها مضيعة للوقت كي تكثف الضغط على حكومة البلاد لمكافحة تغير المناخ وأصبحت راج سيبينغز واحدة من أبرز نشطاء حماية البيئة في استراليا بعدما تصدرت صورتها الدامعة عنوين الصحف العالمية في أواخر عام 2019 عندما هددتها الشرطة بالاعتقال خارج مقر إقامة رئيس الوزراء وعبرت راج سيبينغز خلال مقابلة في وقت سابق عن اعتقادها بأن كثيرين ينظرون إليهم ويقولون إنهم أطفال ولا يعرفون ما يتحدثون عنه وأضافت أنها ترى أنهم يستهينون بهم ولا يدركون مدى قوتهم وحجم عملهم موضحة أنهم يستمعون إلى العلماء الذين يحاولون على مدى سنوات طويلة تنبيه الناس إلى تغير المناخ لكن الناس لا يستمعون لهم وبأستراليا أعلى معدل انبعاث للغازات المسببة للاحتباس الحراري للفرد في دول العالم الغنية وتقول راج سابينغز إن تقاعس رئيس الوزراء سكوت ماريسون عن مكافحة أزمة تغير المناخ يبرز ضرورة إحداث تغيير في القيادة وحدثت مواجهة بينها وبين الشرطة في 2019 عندما انضمت الفتاة التي تبلغ من العمر 13 عاما إلى محتجين غاضبين خارج مقر إقامة ماريسون بمدينة سيدني في أعقاب حرائق غابات مدمرة وكان ذلك أول احتجاج تشارك فيه وأطلقت وسائل الإعلام المحلية عليها جريتا تومبريل استرالية إشارة إلى ناشطة المناخ السويدية الشابة وتسلطت الأضواء أكثر عليها في مايو آيار عندما قادت ألافا من الطلاب في مسيرة احتجاجية في وسط سيدني وكانت أيضا واحدة من ثمانية قصة رفعوا دعوة قضائية جماعية على الحكومة الاتحادية قائلين إن توسيع منجم فحم في ولاية نيو ساوث ويلز سيؤدي إلى تغير المناخ وسيهدد مستقبلهم وانتهت القضية الأسبوع الماضي بصدور حكم تاريخي بفرض على وزيرة البيئة التزاما أخلاقيا تجاه الأطفال بالنظر في الضرر الناجم عن تغير المناخ اشتركوا في القناة